موسيقى موسيقى اش لا نصبر يا ياب والصبر قال ولدي علي عد الى الخيمة حتى تودعك بنات رسول الله احطنا به من كل ناحية ومكان ثم قال له الحسين اني لارجو ان يسقيك جدك رسول الله بعد ساعة الصور هذا الموقف الاب دائما يشوف ابنه يريد يشوفه بعمر طويل لكن بهذا الموقف الامام الحسين يقول له بعد ساعة جدك يسقيك بكأسه الاوفى شرب لا تضمع بعدها عبدا فنزل الى المعرك لحظات واذا به ينادي ابا يا حسين عليك مني السلام هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الاوفى شرب لا اضمع بعدها ابدا لان اروت ابن منقذ العبد لعنه الله طعنه من وراء ظهره شوف ما ايجا مقابل امن وجها لوجه طعنه من وراء ظهره ثم اخذوه بسيوفهم فاحتضن فرسه فذهب الفرس به الى وسط الاعداء فقطعوه بالسيوف اربا اربا اي وا اماما هو حسينا فجاء الامام الحسين السيدة سكينة تقول خرج ابي الحسين من الخيمة وهو ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي حتى وصل الى مصرعه ارخى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على ولديه علي قبله وضع خده على خده وهو يقول بعدا لقوم قتلوك يا ابني ومن خصمهم جدك وابوك ثم قال ما اجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفا هنا في هذا الموقف بن هاشم سمعوا صوت الحسين لاول مرة يرتفع بالبكاء يقولون ما سامعين الامام الحسين يرتفع صوته بالبكاء الا على مصرع ولدي علي الاكبر ارتفع صوته عاليا حتى ابو الفضل العباس خاف على الحسين ان يموت على جسد ولديه علي الاكبر لذلك جاء ابو الفضل واخرج اخته زينب قال اخي زينب اخي زينب هلمي الى اخيك الحسين تعالي تعالي معي فجاءت زينب تنادي وابن اخياه وحبيب قلباه فلما سمعها الحسين قام من على ولديه علي الاكبر وقال لبني هاشم احملوا اخاكم عليا والله لا طاقة لي على حمله يقلها غلي رايح قعد عنده وصفق راح غلي رايح شافه والنبي الشابج غلي رايح صاحب صوت يازينب غلي رايح يا اخوي اظلمت الدنيا غلي يقل له اريد اريد امسح جروحك واشم خداياك وحب صدري على صدرك ووزدك غلي رايح حسين غلي رايح حسين غلي رايح حسين غلي رايح حسين